قصتنا النهاردة عن بسمة البنت الجامعية اللي بتدرس في كلية التجارة بس قبل ما تدخل الكلية عدت عليها مراحل كلها عذاب من مين؟ من باباها أقرب الناس ليها بابا بسمة محامي مرتاشي مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس أزى الناس كتير جداً في حياتهم وده خلا إنسان شكك عشان كده بقى بيشك في كل الناس في مامتها على أهون سبب كل شوية اجتمها بيضربها في البيت بيضربها في الشارع وصاد الناس دخلها مامة بسمة مشت بقت هي كمان عنيفة بقت في الشغل لها في بسمة وباي أخوتها البنات بسمة جالها تباول لإراضي من كتر الضرب والحبس في الأوضة بالأسابيع بيرموها في بلكونة في عزة برد أهل بسمة دخلوها سنوي تجاري عشان ما يصرفوش عليها بس هي اجتهدت بقت من الأوائل دخلت كلية تجارة رغم أن هي برضو يعني تقيلة مش قادرة تسمح باباها عارفة أن هو أزى ناس كتير بس يا حرام خايفة عليه من عزب ربنا في الدنيا والآخرة وبعتها تقول لنا أعمل إيه عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية زيكي دكتور أمل أبارك يا موالي حمد الله على السلامة ومنوراني ده نور قلبك دائما بمتجيبك في حاجات الأسرية عشان أنا عارفة قلبك والعيلة بالنسبة لك يعني طبعا بتحب أنت الجنريشن زي أو الجن زي اللي هم المراهقين بقى ولسه بيبتدوا حياتهم وإحنا كده منضمر المستقبل ولا بنعمل إيه؟ بس يا حبيبتي تعيين أقول كده شوية حاجات في الأول أولا بسمة أول حاجة بسمة لازم تتوصل معي يعني حاولوا توصلوني بيها أرجوكو يعني أنا بقول كده من الأول عشان تاني حاجة إحنا عايزين نتكلم عنها إن كل واحد فينا هو امتداد لأهله يا إما بيكون استنساخ إما بيكون العكس تماما وما فيش بين البنين دي تاني حاجة هنتكلم عليها تالت حاجة هنتكلم عليها إن الله لا يغير ما بي قوم حتى يغيره ما بي أنفسهم ده كلام مين؟ ربنا ربنا سبحانه وتعالى اللي معاه الكتالوج بتاع تشغيل البني أدمين لأن إحنا ربنا هو اللي خلقنا فهو اللي معاه طريقة التشغيل أحسن طريقة لنا إيه؟